صباح كل يوم يتسابق أطفال جزيرة الفشت التابعة لمحافظة حجة في الساحل الغربي للفوز بأكبر قدر من الطيور التي اعتادوا استيادها كعادة توارثتها أجيال الجزيرة والتي يسمونها بالجراجية يقول السكان إنه لاغنا لهم عن هذه الوجبة من الطيور كل يوم خصوصا مع ترد الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها في ظل الحرب الدائرة في البلاد أطفالان يبكرون بدري من الصباح بعصرة الفجر إلى المحانيب يسلح الشعة حقهم يسلح المحناب السمس الاستياد لأن الطيور هذه وجبة أساسية خاصة في هذا الموسم يستخدم الأطفال وسائل صيد تقليدية يطلق عليها المحناب يتم من خلاله الليقاع بالطيور ثم ذبحها وطهوها لتصبح بعد ذلك وجبة للأفواه الجائعة في الجزيرة المتعبة والتي لا تتوفر بها أبسط الاهتياجة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة